نرحب الآن بضيفنا من القدس المحتلة أندريا دي دومينيكو مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيد دومينيكو أهلا بك معنا في ظل التقارير التي ترصدونها من قطاع غزة هل تستخدم إسرائيل التجويع كسلاح ضد المدنيين في القطاع؟ شكرا لك حادم على استضافتي منذ بداية هذه الحرب قد بزلنا قصار جهدنا من أجل أن نتأكد أن المساعدات الإنسانية يتم إمرارها والسلطات الإسرائيلية في البداية لما تكن توافق على إمرار المساعدات الغذائية وبعد هذه المدة الطويلة مذينا نعاني الأمرين حيال إمرار المساعدات الإنسانية للمحتاجين لذا لا يمكننا فهم نوايا إسرائيل ولكن يمكننا أن نرى الواقع الموجود الآن على الأراضي الفلسطينية ونجد أن هناك نقص في المواد الأساسية وننادي بضرورة إمرار مزيد من المساعدات إلى غزة ماذا يعني ذلك على صعيد قانوني وحقوقي؟ سيد دومينيكو من الصعيد القانوني هناك محكمة ستقرر هذا الشأن أنا لست أمثل المحكمة ولكن من منظور حقوقي نحن أمام أشخاص أكثر من مليوني شخص يحتاجون للغذاء يوميا ولكي نقوم بهذا يجب إمرار مئات الشاحنات يوميا ويجب أن يكون هناك تسهيلات لكي يتم إمرار هذه الشاحنات في كافة أرجاء غزة من أجل أن نتأكد أن جميع الشعب الفلسطيني يأخذون الصعرات الحرارية التي يحتاجونها من أجل البقاء نعم السؤال كان بشكل واضح استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح هل تؤكدون ذلك سيد أندريا؟ بالتأكيد هناك أشخاص يعانون ويعيشون الآن المجاعة وقد أطلقنا أن الضار منذ شهرين وقلنا إذا لم يتغير الوضع هؤلاء الناس سيدخلون في أوضاع كارثية بكافة المقاييس وعن الآن نحن نتحدث عن المجاعة ونتحدث عن الاحتياج لوجود مياه نظيفة الموضوع لا يتعلق فقط بالغذاء ولكن يتعلق بالسلع الأساسية التي يحتاجها أي شخص ليبقى على قيد الحياة لذا بالنسبة للمدنيون في غزة نحن ننادي كل يوم من أجل أن نتأكد أن يتم إمرار المساعدات الإنسانية لهم تمام تتأكدون من ذلك هل تصل بالفعل سيد أندريا؟ هناك مناطق بالفعل يمكننا الوصول إليهم ومع ذلك لا يوجد وفر من هذه المواد والغذاء وما ذلك غير كافي ونحاول قدر الإمكان إحلال النظام في هذه المناطق ولكن في مناطق أخرى لا يمكننا الوصول إليها ولهذا نحن كنا نطلب من إسرائيل من أجل أن تساعدنا لإيجاد طرق لإيصال هذه المساعدات وكما تعلمون وكما رأينا في الأيام الماضية أننا غير قادرين على الوصول لمناطق في الشمال وعندما قامت المنظمات الحقوقية وعندما كان هناك مساعدات الإنسانية من أجل استخدام طريقة هذا يعني أن هناك مناطق لسنا قادرين على الوصول إليها ولا معرفة حاليا